نتوقو إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقو إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين حياكم الله و متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي و والدي الدكتور عبدالله بن سالم البطاطي حياكم الله شيخنا الله حيك بارك شيخي عافيك ولدي نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة و أيضا على رابط الحلقة في اليوتيوب نأخذ السؤال التفاعلي شيخنا نعم نعم السؤال التفاعلي ما هو الكتاب الذي يرافقك في عزلتك و كيف وجدته الحمد لله و صلاة و السلام و عسول الله و على آله و صحبه و علىه أما بعد طبعا نحن نريد من الإخوة تجربتهم خاصة في هذا العزل الطويلة اللي غالب الناس يعيشوها الآن نبقى نسمع تجارب الناس كيف وجدوا هل وفقوا في اختيارهم أو لا و نريد نسمع شيء منهم و أنا أتوقع أن ستكون الإجابات متفاوتة حسب تفاوت الاهتمامات أو شيء من ذلك نبدأ نبدأ طيب أخونا عادل نفيع يقول كتاب مختصر جامع علوم الحكم جميل رجيب رحمه الله و وجدته بعد تغريدة قرأته لأحد الإخوة نصح بهذا الكتاب جميل هذا المختصر كيف هو كتاب جميل و اختصار الأخونا الشيخ فضيلة الشيخ محمد المهنة و فقه الله لهذا الكتاب و لغيري من الكتب أنصح بها عموما و هي تعطيك لب الكتاب لب المختصات التي تختصرها فلو يجمع عليها مختصر لطائف المعارف و غيرها جيد أبو سالم المهلي يقول مرارعة بعض الأجزاء السيارة لمنبلان الذهبي بإضافة للبحث و قرارة مختلفة جميل جميل محمد العوامي يقول كتاب ترتيب المدارك و ليش بعض المجلدات اللي يقرأ كل السيارة كان طيب محمد العوامي يقول كتاب ترتيب المدارك تقريب المسارك القضاء الياب هذا شو من التنوع هذا في قراءة في كتب طبقات المذاهب هذا من الطبقات المالكية جميل قلم يقول كتب أبو حيان التوحيد الأديب مثل كتابه النفيسة بصير و الدخير و بحق مثل البساتين الناظرة يخذك في موضع العدبة المتنوعة صادق وعلم كتب أبو حيان هو أصلا أديب كتب أبو حيان يشاد بها بين هذه الناحية الأدبية نعم الشهاب العابر يقول فتح الباري و ما قال لنا كيف وجدها و يقول تلذت بها أدبيا لكن ما قال لنا ليش اختارها يقول و يجول بك و يدخل لك في الثاني بعد آخر بدون تشعر أنك خرجت من الأول إلى خلت الثاني و داتاه الله حلوة في المنطق و رشاقة في العبارة و جمانة في الأسلوب طبعا و ماذا بك تطيح هذا هذا يلا أجدت عشان علقت فأنا توقفت من أجلك الشهاب العابر يقول فتح الباري لبن حاجر و منتصب من هذه السنة الغنيمان ما شاء الله فتح الباري الله يرطيك العافية والله طيب هذا ما شاء الله طالب علمي جميل جميل هذا المشاريع الكبيرة هذه المسوعات الضخمة الكبيرة تحتاج إلى مثل هذه العزنة أخونا يقول الكتاب سر حياتي حكاية العربي صاحب شركات توشيب العربي عرفته عن طريق صديقي على الفيسبوك أنصحكم به في أنه أكثر من رائع طبعا هذا طبعا على الله إزاك خير على ذنبته أنا ما أعرف الكتاب لكن هذا شوف من التنوع القراءة شوف هذا نوع جديد الآن وهو قراءة في سير المعاصرين النجاحات المعاصرين القراءة فيها جميل ها هذا شوف لون من ألوانها فلاح المطيري يقول كتاب المسجد وبيت المسلم لبكر الجزائري هذا الكتاب صحبته ولا زلته مع كتب أخرى جميل وطالع منه كل يوم آية وحديثه ومناسب أسرة الأهل خاصة في هذه الأزمة والله جميل هذا مسأة القراءة على الأهل المناسبة طيب لو يقرأ على الأهل شيء من الحديث النبي عليه السلام وشيء من السيرة النبوية يوميا بعد كل صلاة معين وحددوها مثل صلاة العصر أو المغرب أو العشائيا ما شاءوا ويقرؤون منها طيب ممتاز أنا أظن في الفترة طويلة هذه يمكن يختمون يعني شيء مقدار كبير جدا في هذا بإذن الله أبو سامو يقول رواد التجديد في الإسلام لشارلز كورزمان كتاب جيد معلوماته واسعة يعني أبو العباس يقول طبعا هذه كلها على مجلد مجلد يعني يعني الغالب القراءة الجادة مثل هذه تنهيها في يوم أو في ليلة يعني أبو العباس يقول كتب علي التنطاوي وشكل عام وخاصة قصص من الحياة هذا لون أيضا من ألوان الانتفاع بالوقت وهو أن يجعل الإنسان أمامه مؤلفات عالم معين كلها كذا مثلا مثلا يقول مؤلفات علي التنطاوي يجمح كلها ويقرأها في هذه بحيث أنه يكون آثاره مجموع ما كتب كله بين يديه واختزل كامل أفكاره التي يريد وبعض همومه وما كتب فيها فيعرف موجمل وخلاصة ما أخرج هذا العلم هذه فكرة جيدة يعني الوحي يجعله مشروع والله بقرأ كتب ابن الجوزي كتب ابن القيم بسهل طبعا كتب طويلة جدا لا كتب عامة طاوي فيه كتب أقل منها يعني لمن العلماء يقول والله سأقرأهم كتب ابن عبدالهادي مثلا ولا سأقرأها الآن في هذه العزلة يعني الموجودة الآن المفروضة على الناس عزلة صحية وينتفع بها جيد هذا مشروع مشاريع القراءة أخونا طيب مفتاح يقول 33 سبب خشوح الصلاة والأذكار النوي والتفسير المحتصر ومدارج السالكين ما شاء الله يقول أحتاجي رفيق يقول لا أحتاجي رفيق بعد هذه الكتب رغم غيبة المتعة الحقيقية بسبب القراءة الصوتية لأني كفيف والله يوعد نحن نمسي عليه بالخير أخونا طيب مفتاح ومن الماشاء الله تبارك الله من أصدقاء البرنامج والمساهمين والمشاركين دائم ما شاء الله على إجزال الله خير أخونا من الجزائر وأنا أعرف أنه كفيف فالله يعطي العافي نعم يقول ربي زيد العلم يقول الرحيق المختوم أقربه عبره الجوان ما شاء الله إجزال الله خير جميل هذا قراءة في كتب السيرة وعمر يقول كتاب الكفاية في التفسير الكفاية في التفسير هذا كتاب خرج قريبا وكتب طبيع في عدد المجلدات طيب جيد هذا جيد طيب لاحظ التنوع عندنا من كتب طبقات إلى السيرة النبوية إلى كتب لحياة معاصرين إلى كتب تفسير جميل الحمد لله يقول كتاب كيف عملهم لشيخ محمد بن الجد ما شاء الله جميل جميل وهو كتاب ضخم لكن جمع في السنة النبوية معاملات المسلم لكافة البشر وأصنافهم نعم وحمد يقول أباطيل وأسمار محمود شاكر هذا كتاب هذا لون جديد وهو كتاب ثقافي أدبي كتاب ثقافي أدبي أباطيل وأسمار العلام محمود شاكر رحمه الله نعم سامي أبو سهيلة بسليته يضم إليه بعض كتب الأخرى يعني سامي أبو سهيلة يقول محنة بن وابي العز صنعة الشيخ مشهور حفظه الله وهو صفر قيم جدا يكشف لك النقابة حقيقة هذه الفتن فتي كان يقصد منها في المقام الأول الشيخ الإسلام واتباعه سواء من الجيل الأول أو أي انتساب إليه ويعد خطوة من خلال سطيان تظهر كيفية انتشار مذهب الأشاعر وأهم قوة السلطان نعم هو طبعا هذا كتاب حديث جديد لكنه يفصل في المحنة التي مربية ابن أبو عز الحنفي وهي محنة لعالم مشهور صار كتابه سيارا وفيه اللي هو شرحه شرح ابن أبو عز على الطحاوية خلاصة كلام ابن الشيخ الإسلام تيمي وبن قيم بس ابن الشيخ الإسلام أكثر لكن هذه المحنة لأجل أنها تتكرر عبر العصور ونحو ذلك وهي متابعة أهل الحق أصحاب الدعوة الصحيحة أنهم يمر عليهم بمثل هذه الأزمات في كثير من العصور والأماكن وكذا فيستفاد منها نعم بس ما أحد تتبح ونحن إن شاء الله سنعب الكتاب تتبعا بجلئيات وتفاصيلها مثل هذا الكتاب وكتاب الحقيقة يشكر عليه أخونا الحبيب فضي الشيخ مشهور حسن سلمان وليست بالغريبة عنه وما شاء الله عرفها بمثلوعيتي وكثرة مطالعتي ونحن إن شاء الله سوف نعرض هذه الكتاب لكن إن شاء الله في حلقات قادمة نبدأ بسم الله بسم الله هذا سلمك الله كتاب رسالة علمية هذه رسالة علمية عندنا أصولية أصولية تجمع بين علم الأصول والمقاصد لكن الأول القصد الأول فيها هو علم المقاصد وهو استكشاف استخراج مقاصد الشريعة من بعض القضايا الأصولية والقضايا الأصولية جاء إلى باب من أبواب الأصول وهو باب الأحكام التكليفية فأراد أن يستخرج مقاصد الشريعة في باب الأحكام التكليفية وهو باب مأشور في كتب الأصول وسمى بحثه مقاصد الشريعة في الأحكام التكليفية دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية لأخينا الحبيب فضيلة شيخ الدكتور خالد بن عبدالله ابن محمد الصعنوني وفقه الله طبعا هو قال أنه ما وجدت أحد تكلم عن استخراج ليس عن المسال الحكام التكليفية يعني كأحكام فروع مقاصد الصلاة والصيام لا ليس هذا قضي نفس الواجبات لماذا جعل الله من شرعه واجبات ومندوبات ومحرمات ومكرهات ومباحات هذا الأصول هذا يعتبر هو أراد أن يستخرج مقاصد الشريعة من خلف هذا التشريع فإذا بدأ يتكلم طبعا قدم بتمهيد ثم بعد ذلك جعله على بابين الباب الأول جعله للأصول المعتبرة في الباب أصول المقاصد المعتبرة في الأحكام التكليفية وتحت ثلاث فصول طبعا باعتبار التحسين والتقويح باعتبار العلل باعتبار المصالح كل واحد من الفصل وتكلم عنها ثم بعد ذلك الباب الثاني هو الباب التفصيلي عندنا وبدأ يتكلم عن مقاصد الشريعة مثلا في الأحكام التكليفية الخمسة في الفصل الأول جعله مثلا مقاصد شريعة في الواجب هذا مبحث مقاصد شريعة في المندوب مقاصد شريعة في المحرم مقاصد شريعة في المكروب مقاصد شريعة في المباحث طبعا كل واحد يقصد مطالب يعني مقاصد شريعة في الواجب يجي مقاصده في الواجب العيني مقاصده في الواجب الكفاية مقاصده في الواجب المضيق وهكذا يعني كله يتكلم عنها طبعا يعرف بها أولا ثم يتكلم عنها ثم جاء إلى علاقة الحكام التكليفية بمراتب المقاصد اللي هي الضرورية والتحسينية والحاجية ثم جاء إلى علاقة بوسائل المقاصد علاقة حكمتها بوسائل المقاصد ثم علاقة المقاصد بشروطها التكاليف ثم الآثار المترتبة لمعرفة المقاصد في الإحكام التكليفية وهذا مهم لأن اختلال بعض الكلام أو بعض الفتاوى عدم مراعاة هذه المقاصد والكتاب في مجلد بحث جيد من إصدارات دار ابن الجوزي لأخير الحبيب فضيل الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله ابن محمد الصعنوني وفقه الله هذا سلمك الله إبرازة جديدة لكتاب سيار عظيم مشهور معروف انتفع به منذ أن خطه بنان الإمام الشافعي رحمه الله وهو كتاب الرسالة لما أرسل له ابن مهدي الإمام المحدث الكبير أن يكتب له شيء في الأصول يعني فكتب له الرسالة عرفت بالرسالة بعد ذلك هذه الأصول التي قل لما ظهر الكتاب ما كان يوجد ما يضارحه من المؤلفات لا في طريقته ولا في المسائل التي عرضها ولا لنتكلم عنها وظل الناس كذلك حتى من جاء بعضه سألوا يشرحون ما كتب الشافعي إلى برأة المصنفات بعد قرن تقريبا بكتاب ظهرت عند المصنفات الأصولية كتاب رسالة للإمام الشافعي رحمه الله كتاب جنين عظيم وهو كتاب سيار ومعروف طبعا له عدد من الإبرازات معروفة من أبرزها إبرازة العلامة وتحق العلامة أحمد شاكر رحمه الله عليه وهي التي سار السيارة وتصور معروفة وهو لأنه عالم في الحديث وعالم في التحقيق أجمل ما يكون إخراجا وتعليقا هو المؤشكال أن العلامة أحمد شاكر اعتمد على نسخة ظن أنها أو ترجح له أن هذه بنخط الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي فجعلها أصلا واستبعد كل ما سواها ولم يقالن بغيرها وحتى الهوامش المكتوبة حتى لو كانت من مضافات النسخة يعني مما يحتاج إليها من تصحيحات النسخة ما يضيفها طبعا أخونا الحبيب فضيلها الشيخ الدكتور علي بن محمد ونيس وفقوا الله أعادوا في مكتبه من المحق مكتب التحقيق أعادوا طباعة الرسالة وتحقيقها من جديد فقاموا وعملوا التالي وجدوا أن نسخة العلامة مشاكر وتحقيقه يحتاج إلى إعادة لأجل الثغرات التي توجدوه ذكر بعضها في المقدمة وكذلك الإبرازات الأخرى الشيخ محمد الفعد فوزي عبد المطلب أخرج الكتاب أيضا على نسخة أخرى وهكذا وتعليقات العلامة الشيخ الأصولي الكبير عبد غاني عبد خالق أيضا لكن تعليقاته مو على رسالة علق على أحكام الشافعي للبيهقي على أحكام الشافعي التي تخرجها برواة البيهقي لكنه كان يستدرك والأحمد شاكر في الرسالة لأنه كان يقارن بالرسالة ويستدرك 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 فأرادوا قالوا أن وجدوا جمعوا ستة نسخ خطية ستة نسخ بما فيها نسخة التي اعتمد عليها العلامة أحمد شاكر ونسخ غيرها نفيسة وأرادوا إعارة مقابلة العمل مع المطبوعات التي خرجت فأعادوا قراءة العمل جديد لكنهم ترجح عندهم أن خط أنهم ما ترجح أنه خط الربيع ومتقال ليسه خط الربيع ويكات النسخة بإسناد الربيع إلى الربيع لكن ليست هي نسخة الربيع نفسها ابن سليمان فالمخصوب ما ترجح لهم عند هذا فجعلوا أخذوا منهج المقارن بين النسخة الخطية فوحينئذن بعض الإضافات والتصحيحات المهمة اللي هم ذات الكلام أضافوها إلى النسخة ولا تجد فيها زيادات هذا من جهة من جهة أخرى بعض ما كان متكلفا في الطبعة القديمة الآن صار سلسا لأنه صار مفهوم لأن بعض العبارات أحيانا التي أثوات أحمد شاكر تحتاج إلى جواب ليستساغ الطريقة والطريقة الأسلوبية اللي كتبت بها فيها بعد المقابلات ما يحتاج الجميل فيها أن بعد المقابلات النسخة الخطية أنهم أيضا قابلوها لاحظ قابلوها بمن نقل عن الإمام الشافعي من الرسالة من العلماء الأصول طبعا تهاد لأن الكتاب متداول أصلا عند العلماء الأصول فبدأ يقارن جعلوا نسخة العلماء أو كتب الأخرى للعلماء مثل النسخة الإضافية للتصحيح قارنوا بها منقولهم عن الرسالة للشافعي لأنه كانوا يتناقلونها بالأسانيد على طريقة المتقدمين وسماعات وأشياء من ذلك وتقرأ على الشياء وتصحح فكانت ما نقل العلماء الأصول في كتبهم نسخة أخرى للمقارنة والمقابلة ثم بعد ذلك أضافوا شوف الآن شوف أضافوا ما وجدوه من شرح العلامة الصير فيه رحمه الله للرسالة له شرح لكنه مفقود للأسف حتى لا هو من الشروح النفيس السيارة لكن وهذا من العجائب أنه يذهب تماما للكتاب مع أنه ظل زمنا يرجع إليه يعني يكاد يكون الشرح إذا ذكر الشروح الرسالة يذكر شرح الصير فيه يعني رأسا فيها المقصود يقال السنة الأولى بعد ظهور الرسالة ظهر لها عشرون شرحا كتب عليه عشرين شرح كلها مفقودة حتى الآن وهذا من العجائب المقصود أنه أيضا جمعوا كل ما نقله علماء الأصول من شرح الصير فيها رسالة ووضعوها في موضعها لأن فيها بيان وتفسير كلام الشافعي ثم بعد ذلك شفاء الآن كله لضبط كلام الشافعي كله وجاءوا إلى كلام الشافعي وفقروه فقرات وضبطوه بالشكل كاملا وعلقوا على ما يحتاج إلى التعليق شفاء الخدمة العلمية علقوا ما يحتاج إلى التعليق من مثل بيان بعض المصطلحات وشيء من ذلك وتخريج الأحاديث وشيء من ذلك لكن إيش فعلوا يا ولدي طبعا هم جاءوا إلى إلى كلام الشافعي وشرحوا إذا احتاج إلى شرح وبيان لكن أيضا جاءوا إلى ما نقل عن الشافعي من كلام وقارنوا وجاءوا إلى بعض المصطلحات الأصولية بعد ظهور الشافعي وقارنوها بمصطلحات الشافعي هذا بيان المسار التاريخي للمصطلح وتطور الدلالة حتى يبنت معك تطور الدلالة شو هذا يقم دراسة طبعا هذا عندنا نتيجة بعدين سأتيك النتيجة أنه ضخمة الكتاب بثلاثة مجللات طالع معنا ثم بعد ذلك وجدوا شرحوا بعض العبارات وأضافوا أمثلة وأشياء يحتاجوا إليها وتحقيقات وأيضا أما أماكن المآخذ التي أخذت وأماكن التي ردت على الشافعي في مواضع مشافعي جاءتوا بها وأجابوا عن أصحاب المآخذ أصحاب الردود أخذوها على الشافعي أجابوا في مواضعها هذا كل من إثراء المادة العلمية للرسالة ثم جاءوا بعد ذلك المسائل التي قالوا لم يذكرها الشافعي في الباب أضافوها أما الحقيقة في هذا أن توقف لماذا تضيف مسائل جديدة أصولية وهو الشافعي أخلى كتابه منها إلا في حالة واحدة يصلح وهي ما لو كان الشافعي هو نفسه ذكر هذه المسائل وهي أصولية في كتاب كتب أخرى صح يصلح تجعلها كذيل يعني هذا مما ذكره الشافعي في كتبه وهي مسألة أصولية تتعلق بهذا الباب فيكون كذيلة أما يستدرك على المصنف فيقال مما لم يذكره مسألة فلانية هذا ما يحتاج لي أصلا يعني أخشت التطويل ثم بعد ذلك تخريج الأحاديث قاموا طبعا طبعا طالوا النفس في التخريج حتى تتبعوا رواة وشيء لكن أول ما خرجوا الأحاديث الذين أخرجوا للحاديث من طريق الشافعي هذا أول بهم ثم بعد ذلك بدأوا يحكم بالحاديث ويتكلموا عن شيء من ذلك الكتاب أطالوا فيه ثلاثة مجلدات ثلاثة مجلدات هذا أول إبرازة عندنا للرسالة في هذا الحجم ثلاثة مجلدات المجلد الأول كامل كامل هو مقدمة طبعا ترجم للشافعي ترجم متميزة جدا وفقه الله أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور علي محمد ونيس قرابة 250 صفحة تقريبا ثم بعد ذلك ورقات في تدوين وصول الفقه 20 ورقة ثم بعد ذلك كل كلام عن كتاب الرسالة طريقة الشافعي منهجه موارجه في الرسالة كل عن الباقع رسالة هذا الكتاب هو المجلد الأول كاملا ومن إصدارات دار بن الجوزي ثم هذا طريقته شوفه هذا المجلد الثاني أنا أتينا بها لماذا حتى يشوف طريقة الكلام إن شاء الله يظهر للإخوة في الشاشة شوف كلها مرقمة فقرات مفقرة بالكامل كلها مشكولة لاحظ المقارنات بين النسخ الخطيات التعليقات طبعا لاحظ عندنا عندنا تعليقات طبعا هذا مما يعني استنكروا عليه بعض إخونا أو معنى صح يعني تعقبهم في بعض الإخوة الأفاضل وقالوا أنهم أطالوا جدا في مباحث أخرى وهم صحيح هم قالوا الحقيقة إنما أطلنا للإفادة لكن الأصل في التحقيق ليس مكان لمعارضة المسائل وبحث كلام الأصوليين كلهم الأصل في التحقيق إثبات كلام صاحب الكتاب وثم هو نفسه في لفظ عبارتي رجوعه عن شيء أحد أخر العبارة هذه أو شيء ممكن أما البحث كمثلة يعني أكتب في الحاشية ما يخدم الكتاب لا ما يخدم المسألة لأنه ما يخدم المسائل بابه آخر كتب مصنفة أخرى أما ما يخدم الباب أو ما يخدم الكتاب هو المطلوب إثباته في الحاشية لكنهم قالوا أطالوا بغرض الإفادة هذا هم أطالوا بغرض الإفادة وفقهم الله الكتاب مطبوع فيه ثلاث مجلدات ونصدارات دار ابن الجوزي هل تطرح يا شيخنا لو يكون نفسهم يطبعون طبعا مختصرة مثلا في مجلد أو مجلدين للتداول تسير ذات المجلدات يا أحسن أنت خدت من سبحان الله من لساني أنا المقترح أن أقترح على أخواننا الدكتور علي وانيس ومحو أن يخرجوا نسخة مجردة من هذه التطوير والتعليقات حتى من المقارنات اللي ما لها يعني يمكن يتخفف عنها يعني يقول تخففنا من أشياء كثيرة لكن يمكن يتخفف أيضا من أشياء كثيرة ويثبت نص الرسالة وما يحتاج إلى جدا جدا يحتاجوا إليه فقط يخرج فيه مجلد واحد لأجل أن يكون عليه الدرس وعليه المقابلة والشرح عند المشياخ ونحن ذلك ومن أراد الاستفادة والانتفاع بتعليقاتهم لأنه الحقيقة وهذا شيء يشكرون عليه أنهم تعبوا في إفادة الطالب والدارس للكتاب من ناحية انتقاء الأقوال والمسائل وتتبوحهم لبعض القضايا الشائكة ومحاكمتها بس طويل طالب طالب يعني بعضها مكتوب فيها أجل الصفحات بعضها 15 صفحة بعضها 20 صفحة تطويل هي مفيدة يعني ليست كحواشي ما نكتب لأجل التزيد وانتفاق الكتب ليست كذلك وفقهم والله هذا سلمك الله عمل آخر لهم وهو أيضا لكتاب سيار رأس في بابه الأصل عندنا ألفية من مالك وهي مشهورة في النحو والشرح شرحه بن عقيل وهو العلامة الكبير بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل متوفع عام 769 الهجرة رحمه الله وقد كان يسمى حجة العرب لأنه كان رأس النحاتي في زمانه رحمة الله عليه ألف أعداد من التصانيف في النحو عموما كان من أبرز هذا الشرح الذي سار شامة بين الشروح وصار سيارا ولا ترى شروح الفيتم مالك ترى كثير أكثر من ذلك منها ابنه جرحة ابن النظم لكن هذا لسهولة العبارة وحسن اختياره وذكري باختصار قضايا الخلاف وما ذلك والاستدلال والشواهد وغيرها سار سيارا ثم علقت عليه التعليقات والحواشي على شرح بن عقين الكتاب كانت لو عرض من الإبرازات قام أخونا فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد ونيس وفقه الله ومعه وشاركه في هذا العمل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هاني محمد الطنطاوي وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ نبيل صلاح سليم وفقهم الله جميعا عمدوا إلى هذا الكتاب لأنه ليس لها نسخة معتبرة مراجعة على أصول خطية تتحق على أن خراجة العلامة محمد محيدين عبد الحميد يعني يعتبر الأولى رأسا في الباب إلا أنه وجدوا شيء من الخلق قل وهو كثير عند المقابلة يظهر المقصود قاموا وجاءوا وجمعوا ستة نسخة خطية لهذا الكتاب وبعض النفيس يعني النسخة الأولى منها كانت في كتبت في نفس سنة الوفاة نفس سنة وفاة العلامة بن عقيل هذه أول نسخة المقصود وحققوا على ستة نسخة خطية منها النسخة الأخيرة هي نسخة العلامة محمد محيدين عبد الحميد لأنه حررها غاية وأتقنها وهو قد قابل على ثنين عشر نسخة خطية أصلا لكن حرره وأجود فيها جدا بس طبيعة قديمة طبعا أولى عام ١٥٠٠ طبعا سارتصور بعد ذلك وقابلوها وعلقوا وجاءوا إلى شئ الكلام العقيل وقابلوا النسخة الخطية وبدأوا حافظوا على كثير من تعليقات العلام محمد محيدين عبد الحميد لأن الحقيقة هو عالم هو كان عالم كان عالما من علماء اللغة والنحو رحمة الله عليه وهو من أجاوة يعني الغالب الكتاب يخرج من تحته كان مأساطين التحقيق يخرج غاية في التحقيق من أجود ما يكون حافظوا على كثير من تعليقاته مما يحتاج له لكن أضافوا خلاصات شروح الألفية من كتب الغير خلاصات الخلاصات ولهذا تمموا نقص بن عقيل أضافوا شواهد ما ذكره بن عقيل نفسه شرحوا ما تركوا العلام محمد دي عبد الحميد نسبوا الأبيات تمموا الخلل بعض ما يحتاج لي من الأسباب والشروط والأحوال التي لم يذكرها بن عقيل نفسه في تفصيله هم تمموا في الهامش شرحوا بعض المصطلحات بينوا معاني مفرداتها بعض مذاهب النحويين ذكروها وذكروا دلتها اللي كان يذكروا بن عقيل وقيل ونقل هم يذكرون من القائل بقدر استطاعتهم فرجعوا إلى أصول خطية ورجعوا إلى المطبوعات ووثقوا المنقولات وفعلوا ما شاء الله تبارك الله وطبعا مع ضبط كامل التشكيل لكامل كتاب وترقيم وإخراج في ثلاثة مجلدات من صدرات دبل الجوزي وهم قد عرفوا بحسن الإخراج وهذا هو شرح بن عقيل وهذه الحقيقة هذه تعتبر الآن أفضل إبرازات الكتاب لاحظ يا ولدي هذا الآن هذا عبارة عن عنوين هامشية فيها هذه عنوين فيها محتوى التعليق ما هو وهذا الكتاب الأصل اللي هو في لاحظ هذا الأبيات مرقومة عندنا ثم هذا كله مشكول شرح بن عقيل وهذه سلمك الله عبارة عن تعليقات المحققين بما يحتاج إليه والكتاب حافل حافل بمعنى الكلمة اللي هو تحقيقاتهم تعليقاتهم طبع فيه ثلاثة مجلدات شيء يشكرون عليه هذا عندنا أيضا من أعمال أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور علي محمد ونيس وفقه الله قاموا إلى هذا الكتاب وجدوا أن هذا الكتاب من كتب مصطلح الحديث المهمة جدا والعلامة أحمد شاكر رحمه الله لما أخرج مختصر الأصل عندنا مقدمة ابن الصلاح اختصرها من العلامة بن كثير رحمه الله الإمام بن كثير رحمه الله ما اختصرها سمه اختصار علوم الحديث هذا هو شهرة الاسم عندنا ثم لما جاء العلامة أحمد شاكر وأخرج أول طبع للكتاب بالنسبة له التي أخرجه هو قام وكتب تعليقات وشروح على عدد هو إمام في الحديث أيضا علامة وسمى تعليقاته الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث وخرج الكتاب بهذا فظن بعض الناس أن كتاب ابن كثير هو نفسه الباعث الحثيث وليس كذلك الباعث الحديث اسم لتعليقات وشرح العلامة أحمد شاكر طبعا هم قالوا أن الكتاب صار نافذ وغير موجود ونادر وجوده وأحسن طبعا كان بعد طبعة العلامة أحمد شاكر كانت طبعة الشيخ الفاضل علي حسن عبد الحميد لكن حتى سات نايت الوجود غير موجودة وأن الكتاب يحتاجوا إليه طبعا فجاءوا إلى نسخ خطية قابلوها على خمسة نسخ خطية بعضها نفيس جدا يا ولدي يعني تخيل النسخة الأولى منها مقروعة على المصنف وعليها خطه المصرحولة كتبت قبل وفاته بسنتين والثانية كتبت بعد وفاته بعجل سنين أبي المصنف من قبل أحمد شاكر لا 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 اختصار علوم الحديث لأعلامة أبن كثير وأمر على محمد شاكر فقد قبلوا على النسخة التي هي التي طبعت في مكتبة السنة وقد كانت آخر الإصدارات له وعليها زيادات لم تظهر من قبل زيادات كانت للمؤلل على محمد شاكر ما ظهرت من قبل مع نسخة الشيخ عالي حسن عبد الحميد وأخرجوا الكتاب مع تعليقات وإفادات يحتاجوا إليها طبعا وخدموا الكتاب كاملا وحافظوا على كل هذا ما تركوا شيء من تعليقات أحمد شاكر واش كانوا يفعلون في هذا شوف إذا كانت له تعليقات أحمد شاكر شوف بين قوسين في الأخير اكتب لك يا بين قوسين بين قوسين مع قوفين شاكر للتمييز بين تعليقات شوف شاكر يبدون بالتعليق بقول شاكر ويختموه بقول شاكر لأنه لمقدمة أما الذي هو بدون فهو لهم لهم أصلا والكتاب مشكول بالكامل وهم بداية كل باب شوف كل باب بدايته يذكرون مجموعة من المراجع المهمة أولها مقدمة ابن الصلاح لأنه هو الأصل ثم شروح ابن الصلاح تقييد ورضاح وغيرها مما خدموا الكتاب ثم بعض كتب معاصرة هذا غير الكتب الأمثوثة في الشرح وهكذا الكتاب بالكامل مع المعلق عليه وأضافوا شرحوا بعض المسائل وأضافوا وتتبعوا وخرجوا الأحاديث والروايات وخدموا الكتاب خدمة حديثية يشكرون عليها وهذه الإبرازة الحقيقة للكتاب من أجود إبرازات الكتاب قام على تحقيقها وضبطها والقراءات والعناية بها أخونا الحديث ضد الشيخ علي الدكتور علي ابن محمد ونيس وفقوا الله طبعا هنا مكتب عناية مكتب الأجهوري البحث العلمي وتحقيق التراث وهو مدير أصلا والكتاب من الصدارات دارة بن الجوزي وفقهم الله أستاذ أنك شيخنا فاصل نعم فاصل أعزائنا المشاهدين السلام هو الأمان والاطمئنان وهو أقصى ما يتمناه الإنسان وغاية ما ترجوه البشرية ومن سمو الإسلام أن جعل السلام تحية بين أهله يزيد المحبة والمودة ويذهب البغضاء والشحناء قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم وإفشاء السلام مع كونه أدبا نبويا فهو ذكر لله تعالى ويثاب العبد عليه بكل جملة من السلام بعشر حسنات وإلقاء السلام سنة ورده فرض على الكفاية وللسلام آداب منها أن يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير فإذا تساوى المتلاقيان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام قال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام استحباب تكرار السلام ثلاثا إذا كان الجمع كثيرا أو شك في سماع المسلم عليه الجهر بإلقاء السلام وكذلك الرد قال النووي رحمه الله وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام فلا يجب الرد عليه وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد ومن آذاب السلام إلقاؤه على من تعرف ومن لا تعرف فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ويشرع السلام للماشيين إذا حال بينهما حائل والتقيا ولو تكرر ذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا ويستحب السلام عند دخول البيت وذلك إذا كان مسكونا فإذا كان خاليا فقد استحب بعض أهل العلم أن يسلم الرجل على نفسه ومن آذاب السلام إلقاؤه على الصبيان لتعويدهم وبيان تقديرهم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله نتوقو إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على مرحبا بكم متابعين كرام مرة أخرى نجد تلحبكم شيخنا إياك الله بإياك نخذ السؤال التفاعلي السؤال التفاعلي ما هو الكتاب الذي يرافقك في عزلتك وكيف وجدته نعم هذه أجوبة الفيس أمرام استقول المصحف ورياض الصالحين الله يعطيها العافية وزهرة اللوتس تقول القرآن الكريم طبعا نعلم الامتداد له وفي كل مرة ينهن منه قارئه فوائد ما شاء الله جميل لكن لو يتطبعها بالحفظ أحسن واخونا يقول ببحث عن اليقين لدكتور خالد أبو شادي كتاب في القمة جميل عموما كتب دكتور خالد أبو شادي جيدة لأنها باب الرقائق والآداب أي هذا أخونا يقول كتاب لا تحزن ما شاء الله وإبراهيم الشرارة يقول كتاب علو الهمة والله حلو لا تحزن لأن الوباء وكذا لا أحد يحزن إبراهيم الشرارة يقول كتاب علو الهمة للشيخ الحمد السمال المقدم وجدته في مكتب الفتح بالاسكندرية أولا عاد وجدت أي مكان لكن كتابه النفيس من أفضل من كتب في الباب هو وفقه الله كتاب جليل نعم وعبد الحكم يقول كتاب للتصالحين للنووي نعم ما شاء الله هذا عام من كتب السيارة النافع المبارك نعم وهنا يقول رقائم القرآن الكاتب إبراهيم السكران نعم ما شاء الله نعم وأم عبادة تقول القرآن بعد ذلك الشماء المحمدية والسيرة النبوية ما شاء الله لمن؟ ما ذكرت ما ذكرت نعم الشماء هي لك التلميذي نعم وطن الغالي أداوى الدوال بن قيم وهنا أحمد يقول القرآن عظيم ثم صيد الخاطر تعرشت عليه في مكتبة المسجد حين كنت صبي صيد الخاطر جميل هذه فوائد وطرائف وملح وكذا للفوائد نعم معنا الآن دكتور علي ونيس مدير مكتب الأجهور العلمي للبحوث تحقيق التراث حياك الله دكتور علي الله يحييك دكتور عبدالله منحبا أهلا وسهلا دكتور علي الله يحفظكم عرض الشيخ قبل قليل مجموعة من كتبكم الرسالة وشرح بن عقيل والباحث الحثيث لو تحدثونا شيخنا مكتب التحقيق متى نشأ وكيف تنتقون الأعمال التي يشتغلون عليها مبارك الله فيك وجزاكم الله خير على المدخلة الطيبة الحمد لله أنشئ عام 2009 ميلادية والغرض من المكتب أو أنسمناه مكتب الأجهوري باعتبار مطقة رأتي للا تجهور القبرى ومنها سلة كبيرة من أهل العلم كتاب تسين كتاب يعني مطول بشائر النور في تراجم علماء أجهور وذلك سبينا المكتب مكتب الأجهوري أغرض الثاني أننا طريقة في التحقيق وانتقاء الكتب المحققة حتى لو كانت الكتب قد تبعد من قدر وذلك أننا أولاً نختار النسخ التي تعتمد في التحقيق على منهج المحققين نسخ المتقدمة النسخ القريبة من المؤلف لنصل إلى أقرأ نص يمكن أن يظن أن المؤلف قد كتبت أو أم لا أو قلق عليه الأمر الثاني أننا نمشي مع المؤلف على طريقة التحقيق الصحيح إذا تكلم المؤلف في اللغة فنحن معه في اللغة حتى لو كان الكتاب ليس كتاب لغة إذا تكلم المؤلف في الحديث نحن معه في الحديث إذا تكلم المؤلف في القصول نحن معه ما شاء الله كم صدر لكم حتى الآن من إصدارات الدكتور علي دكتور علي كم صدر لكم من كتاب صدر حاليا يعني أهم الكتب اللي صدرت وطلع في مكتب من الجوزي للسعودية كتاب رجسالة وقبله كتاب البعث الحفيف وكتاب شرح ابن عقيل وشرح الورقات والآن قد انتهنا تقريبا من بداية المجتاد هو في مرحلة الصرف والطباعة ما شاء الله الرابط المرجع نعمل فيه الآن نعمل في أرضبة منهجية قهوية جدا نذكر فيه وثمت في المذهب نقارن فيه بين كتب البعوت المختلفة التي يعني بينها خلافة بعض المسائل نقرر فيه مخالفات ذلك للمذهب كذلك مفردات المذهب المسائل التي عليها الجماعة عند الأهل الأن المسائل التي عليها الجماعة عند أهل المذهب الأربعة نرغب في التنجيحات المتقدمين هنا محققين كبد المتايمية رحمه الله وجد المعاصرين أحسنك الشيخ ابن ساعدي والشيخ الإبهال والشيخ العباد والشيخ المع토مين رحمه الله عليه وسلم الشيخ علي اتفضل مساك الله بالخير اول شيء نحن سعداء بمداخلتك ونتشرف الله بمداخلتك الله يأتيك العافية ونتاجكم العلمي هذا المتميز سيتشكرون علي الله يعطيكم العافية ربنا يبايد فيك رب يرصد الله يرصد انك ونشر لكم نشر لكم اتحق الفرصة وربنا يتقبل منكم ان شاء الله أنا رأيت مكتوب على الرسالة سلسلة الإصدارات الأصولية الرسالة مكتوب رقم واحد هل هذا يعني إن شاء الله لكم مشروع في إخراج عرض من الكتب الأصولية؟ هو في عدة مشاريع للكتب الأصولية طبعاً ألحقنا كتاب الرسالة بالكتاب شفر ورقات لإمام الجهورين المبتدئين إن شاء الله بعد ذلك إحنا عندنا عدة مشاريع من نزل الأصول أولها إن شاء الله البحر المحيط للإمام الزركاشي رحمه الله تعالى نعم البحر المحيط نحيط تحقيقاً مرة أخرى إن إحنا يعني بنحاول نصل صبعاً التحقيق في الزمن القريب منا يعني عند المعاصرين الذين يعني رافقوا المستشرقين وتعلموا منهم شيء من التحقيق أو علموهم شيء من التحقيق كان يكتفي بإخراج النص وكان يهتمون فقط بإخراج النص وفي الزمن الماضي أيضاً كان يهتمون فقط بإخراج النص ويقللون جداً للتعليقات لأنهم كانوا يكتبون لماذا يفهمون كلامهم وهذا كلام أنا يعني أخذه عن شيخ رحمه الله تعالى دكتور عمر عبد العديد الشيرخان أستاذ الأصول وثالث ميبانها أحمد الله عليها كان يكون فقط أخرجه للمنص ونحن صحيح يعني يعني يا شيخ علي يعني هو اللي حثك على الإطالة في التعليقات والتوضيح والشرح يعني آه نعم هو طلب هذا قال لأنه يعني في الزمن الماضي كان يكتوب بعضهم لبعضهم أنا طلبة الإلم يفهمون الكتب بمجرد قراءات يعني يحتاجون إلى تحليقات ولا إلى توضيحات ولا إلى تقريرات ولا إنه يعني شيء يسد الشرح يعني فأنت يا شيخ علي ما شاء الله استغلت الوصية هذه وما شاء الله أرخيت القلب أنا أردت فقط أنا أبدي وجهة نظر لأنه طبعا بعض الناس يقولون أن هذا إسفاني كتاب دي لفائدة والأمر ليس كذلك في وجهة نظر وفي تورج وعين وليس يا شيخ علي أما نحن ذكرنا هذا إزاك الله خير عن تعليقاتكم نفيسة إلا أنه يعني الفرق بينما يخدم المسألة وبينما يخدم الكتاب لكن يا شيخ على أمه ترى الأمر إن شاء الله يعني سهل ويسير ما هو كذلك لكن اتجاهكم إلى أخراج الموشوعات كذلك مثل البحر المحيط وغيرها والله الحقيقة هذه خطوة رائعة جدا البحر المحيط ليس له طبع الحقيقة يتكو عليها ما خرج يحتاج الحقيقة يحتاج كابل خدمة علمية وتعليقات وأشياء هذا الحقيقة البحر المحيط أنا أظن ستجعل فيه سفنا وستجعل فيه بمعنى كلمة خاصة أماما لا نبع شاردة ولا واردة للمعرف إلا وقتين حاليا يعني إذا مثلا وهم في نقل أو مثلا يعني أخطأ في نقل وإذا وارد على الجميع العلماء الزمن الماضي كانوا يكتبون من حفظهم أكثرهم كان يكتبون من حفظة يعني أخطأ مين هم كان يعتمد على الكتب في نقل وكان يبكي يا شيخ علي أنا برأيي لو قدمتوه على الروض المربع والله كان أحسن لأن الساحة بحاجة إلى كتاب محقق للبحر المحيط أكثر صراحة من الروض المربع وكاننا نحن منتظرين إن شاء الله وأنت غالب أعمالكم لا تخلوا من إفادة يعني الله عبدكم العافية وأنا كان ليه بس تعليقة بطيطة دكتور عبدالله على تعليقاتنا على ربك السلام إيه إحنا ما خرجنا في أي تعليق في اللسانة على كلام الإيمان الشفي رحمه الله نحن نقرر كلام الإيمان الشافي نذكر فهم الأصحاب لكلام الشافي نذكر الراجح عند الأصحاب من كلام الشافي فلذلك أحيانا مسألة كانت تطول منا يعني تطول منا رغبا عنا ولا نستطيع الاكتفاة فيه نعبركم الله خير ما دام فيها إفادة الله عطيكم العافية كان معنا الدكتور علي وانيس مدير مكتب الأجهوري العلمي البحوث تحقيق التراث نشكره على هذه المداخلة الله أخير نعم نعم طيب هذا سلمك الله أي رسالة علمية أراد بها صاحبها أن يستجلي منهج الإيمان بن القيم رحمه الله في شرح الأسماء الحسنى أسماء الله الحسنى فقام وسمى كتابه منهج الإيمان بن قيم الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى من تأليف أخير الحبيب فضيلة شيخ مشرف أو مشرف ابن علي ابن عبدالله الحمراني الغامدي وفقه الله طبعا قسم كتابه إلى قسمين القسم الأول جعله في قواعد الأسماء الحسنى عند ابن القيم وهي عشرة قواعد كل قائدة جعلها في فصل عندنا القسم الأول عشرة فصول كلها تحت مباحث ومطالب طبعا كل قائدة تحت مباحث ومطالب القسم الثاني جعله تطبيق لقواعده على الأسماء الحسنى وجمع كلام القيم من كل كتبه فيأتي إلى الإسم هو اختار سبعين إسم من الأسماء الله الحسنى العظيمة وشرحها على الطريقة القيم بيأتي بشرح معناها في اللغة ومعناها في الشرع ثم يتكلم عن كلام القيم عنها وبيان معناها ورده على المخالفين فيه هل أنتراحب الكلام القيم في بيان المعنى ورده على من خالف في هذا المعنى هذا هو القصد الآن ليس المقصود في عامة الأسماء يعني يأتي استجر القواعد من جديد لا ثم بعد ذلك يذكر الآثار الإيمانية المترتبة على هذا الاسم المبارك سبعين اسماء الله عسنا وطبع في مجلد منصدارات دار ابن الجوزي لاحظ معي عجل استبال الأخوة لهم فهذا التقريات العقدية الباب النظري التأصيل للقواعد نصف الكتاب تقريبا النصف الثاني اللي هو التطبيق شو مثلا هذا مثال؟ هذا مثلا اسم الله اللطيف يبدأ يقسم الله اللطيف كذا يبدأ يشرحه في معناه اللغوي ومعناه الشرعي ما هو وكلام القيم هو كلام يتكع على كلام القيم الآن في شرحه وبيانه معناه فإن كان هناك مخالف ذكر المخالف ورد عليه ثم الآثار الإيمانية المترتبة على هذا الاسم يذكرها من كلاب القيم أيضا الحليم وهكذا كل الأسماء لهذا الناحية التطبيقية خمسة وعشرين اسما آسف سبعون اسما من أسماء الله الجليلة الكتاب مطبوع في مجلد منصدارات دار ابن الجوزي وفقه من الله هذا سلمك الله عبارة على كتاب صاحبه ألفه ابتداء ليس لسالة العلمية لكن لما درس مدت الأديان وجد اهتمام الطلبة جدا خاصة في الجامعة الإسلامية ودكتور في الجامعة الإسلامية وهو أخونا الحبيب في ظل الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن غالب عواجي وفقه الله لو عرض من أصدارات قام وجد لهم عناية لما يذكر يدرس تاريخ النصارى والعقيدة النصرانية الطلبة يهتمون بها لاجد انتشارة والحاجة لدراستها واختراط في مجتمعاتهم تعمل جامعة السلامية من كل مكانتهم في العالم فأراد أن يصنف هذا الكتاب يحوي مهمة منهجة لا يحوي ما يحتاجه طالب علم الذي يريد أن يقف على هذه الديانة أو هذه العقيدة وبدأ وألف كتابة السماء النصرانية دراسة عقدية تاريخية لاحظ كلمة تاريخية مهمة جدا لأنهم عبر العصور تطوروا وصارت حوادث وانقلابات وأشياء معينة وبدأ ولهذا هو بدأ أولا أول ما بدأ وقسم الأربع تابة أول جعله في مفهوم العقد النصرانية ما هي ثم الجانب التاريخي وتاريخها وهذا عد قسمها إلى فصول للمراحل العصول عصر الحواريين ثم العصر ما بعد المسيح ثم ما بعده عصر الاضطهاد وعصر بولوس ثم عصر الكنايس والعصور الوسطى ثم عصور الانشقاق ثم العصور الثورة الأخيرة والإتبار على الكنايس وهكذا هو قسم العصر قرابة يا ولدي أكثر من مئتي صفحة بقليل الجانب التاريخي مهم جدا لدامع تكتصور كيف تطورت الأحوال عنده من الشقاقات وكيف ترتبت الأمور عندهم ثم جعل بابا عندهم بعد ذلك في الأناجيل عند النصارى الأناجيل ما هي الأناجيل المعتمدة عندهم ما هي الأناجيل التي صرفوا النظر عنها وألغوها تماما والمجامع التي قامت بعد ذلك وشيء من ذلك ثم شيء بين عقائد وشرائع النصارى ثم بعض الأثار المترتبة أثار الحراف التي ظهرت باب الأخير في الأثار الحراف التي دخلت على قيدة النصرانية وذكر أثر الفلسفة التي دخلت عليهم وأثر الوثنيات التي دخلت عليهم وأثر بولس اليهودي كيف فعل في تحريفه في الأناجيل وشيء من ذلك الكتاب مطبوح في مجلد وهو سلسل عبارة على طبيعة مؤلفاتي هو وفقه الله وأخون الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن غالب عواجي في كل مؤنفاتي طبعا والكتاب من أصدارات دار ابن الجوزي هذا سلمك الله رسالة علمية هو الفكرة مشروع في جامعة أم القرى الكتابة في قواعد العقدية في أبواب الاعتقاد طبعا المشروع هو متتابع أو متتالي سيكون القواعد في اسمه وصفات القواعد في اليوم والآخر القواعد في القدر وهكذا لكن قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عادل ابن عبد الغفور ابن حيدر قل أسرار البخاري وفقه الله بيجعل هذا الجانب تأصيلي تقريري تمهيد لدخول على القواعد العقدية فأراد أن يقعد باب القواعد العقدية فألف هذا الكتاب الذي يطبع في مجلد بعنوان القواعد العقدية عند أهل السنة والجماعة دراسة تأصيلية هذا القصد الآن يؤصل الباب أصلا وهذا يعني أنه لن يتكلم في تفريعات تفريعات القواعد قواعد للصفات قواعد قدر قواعد لا لا يتكلم عن هذا سيتكلم عن أصل القواعد وتقعيدها فولهذا عرف القواعد ما هي القواعد شيء من النشاطة التاريخية طبعا هو يقول ما في كتاب تكلم هذا أول برادة ولهذا يقول تعب جدا ولهذا لما أراد أن يظهر بابا تأصيلي أو كتابا تأصيلي في الباب ذهب إلى كتب القواعد التي في الفروع وحاول يحاكيها تنظيرا ليس بما فيها من الفروع والطريقة لا وبدأ يتذكر مثلا المصطلحات ذات الصلة مثل الأصل العقدي القاعدة العقدية الضوابط العقدية الفوارق بينما هي ثم تكلم عن مصادر القواعد العقدية نواع المناحي القواعدية أنواع القواعد القواعدية مصادر القواعد حجية وأشياء من ذلك هذه كلها مرتبة عندنا إلى أبواب ويأتي بالأمثلة الباب الأخير عندنا الباب آخر باب جعله وآخر تصل عندنا جعله مثل الجانب التطبيقي يأتي ببعض اختار أربع قواعد أو خمسة للتطبيق مثل قاعدة كل برعة ضلالة يبدأ وبدأ يطبق عليها ما أصله في القواعد تقعيدا في القسم الأكبر من الكتاب ينزلوا علىها كيف يكون مثل هذه القاعدة عرفت؟ والدماشي اختار أربع أو خمسة قواعد تطبق عليها أصول التي بناها الكتاب من إصدارات دار من الجوزي وفقهم الله هذا سلمك الله كتاب لطيف اسمه الحاشية البحرية على التراتيب الإدارية طبعا العلامة محمد عبد الحيل الكتاني رحمة الله عليه ألف كتاب جليل سمناه التراتيب الإدارية هو أصلا قام على كتاب تخريج الدلالات السمعية للعلامة بالحسن الخزاعد التلمساني مشهور كتاب هو جاء إلى كتابة بالحسن الخزاعد التلمساني وأجابي لأبوابه لأنه تكلم عن الحرب والصناع والعمالات الشرعية في كانت في عهدية صلى الله عليه وسلم جاء وشرح كلامه وأضافه وجود كلامه وأضاف أشياء كثيرة فأمتع جدا وفيه كل العلوم خليط من العلوم فيه فوائد أترى من كتب يقرأ في العزة التراتيب الإدارية عموما هو جاء يقول لفت نظره لما قرر الكتاب عجبه فاستخرى يقول ما يتعلق بالبحر مما تكلم التاريخ البحري المسلمين الصناعات البحرية أحكام البحر أي شيء يتعلق بالبحر استخرى يمكن كل واحد وعشرين نصا من كلام التراتيب الإدارية من كلام عبد الحيل الكتاني ثم هو بدأ يشرحها شرح مطول هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سامي صالح القحطاني أبو صالح البحري وابو نهل الدمام الله يزال خير وشرحها مطول مع بيان معاني وأشياء كله تعلق بالبحر ثم أذف الكتاب بصور وخرائط وأشياء للأشياء الحديثة والبحرية وخرائط أشياء تعلق ببحر هذا سمعه الحاشية البحرية كل ما يطعب القضاء على التراتيب الإدارية من تالي فخين الحبيب فضيلة الشيخ سامي صالح القحطاني ومصدرات دار بالجوزي شفه ولدي يأتي بكلام هذا شوفه هذا الأحمر هو كلام صاحب التراتيب يذكر لك الجلد والصفحة فإذا انتهى يقول قلت هذا كلامه هو أبو صالح الله يزال خير الكتاب كله فلاح الأخير هذا شبه اللي يقول عنكم ملحق الصور والخرائط والأشياء وهو قد آفاد بأشياء جديدة خرجت من بعدي وفقه الله بزاكم الله خير شيخان على هذا العرض الماتع وشكر وصول لكم عزيزيزي المشاهدين نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال